السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تناميدي في السنة الثالثة متوسط لحتى أولياء تلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويا الله أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم رح نشوفوا منخص اللغة العربية للفصل الأول اللي رح نحتاجه في الفرض التعلم إذن إلا أبنائي وش عدنا؟ عدنا وحد العطلة على الخريف اللي فيها خمسة أيام مرها طبعا رح يجو الفروض تماما إذن نتجهز لجميع الفروض التاعي بواسطة هذه الملخصات أبنائي والشرح لن نعطيه لكم مفهوم؟ إذن ندير الملخص نحل إن شاء الله الفروض نشوف الوضعيات المقترحة وإن شاء الله نكون نواجد مئة بالمئة إذن يلا وشنه هو أول درس قرينة في اللغة العربية؟ هي علامات الوقف اللي كان درس خفيف ضريف يلا وشنه هي علامات الوقف؟ كل تشوفوا كل درس اللي نعطيكم كيفاش يطحوا الأسئلة عليه إذن علامات الوقف هي إشارات تقع بين عبارة النص للفصل بين الأفكار ولها دور هام على فهم النص إذن إشارات الوقف أبنائي دايما نعرفها وشنه هي نقطة فاصلة علامة استفهام تعجب تلت نقطع إلى غير ذلك ولا إلى آخره عندي لهنا الحاضنة تندولي نفتحهم كيكون عندي قول مطة وهكذا أبنائي هذه الإشارات رهي هي اللي تفهم لي ولا توصل للأفكار مثلا كي مثلا نكتب جملة ندير فاصلة نحرف بلي هذه الجملة خلاص كملتها ولا الفكرة هذه كملتها هذه هي وشنه معتها؟ علامات الوقف اللي يقدر السؤال يطيح معتها استخرج علامات الوقف اللي هي حاجة يعني مشي بزاف ولا يعطيك جملة ويقول لك انت كمل لي علامات الوقف فيها نفهم إذن هذه بالنسبة إلى الدرس الأول يلا نروح للدرس الثاني نبدأ لهنا يبدأ صح اللعب كم احنا قولوا الخشين بناء الفعل الماضي ركزولي منح اللي هنا وشنه معتها؟ يعني بناء الفعل الماضي الفعل الماضي نعرفه هو كل فعل صرا في الماضي وخلاص وانتهى إذن الله هنا هنا البناء وش قصي حبيت نعرف كيفاش نعاربه يبنى الفعل الماضي على الفتح معتها كي يكون عادي ما دخلت عليه حتة حرف زيت يبنى على الفتح نشوفه مثال إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم معتها إذا اتصلت به واو الجماعة معتها جماعة كبيرة يولي على الضم وحالة أخرى ويقولي إذا اتصلت به تاء المتحرك ولا واو والنسوة ولا النا يبنى على السكون إذن هذه كامل صقمتها لكم في هذه الأمثلة ولا في هذه كاميراكم تشوفو يعني بالألوان إذن بالفتح أبنائي عادي فارحة محمد شاريبة أحمل ما يهمنيش إذن ما دخلت عليه حتة حاجة جديدة كيفاش نعرف فارحة؟ فعل الماضي مبني على الفتحة يقولوا أستاذنا عارفوها جمي تكتبوا فعل الماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخرية هذاك في المضارع الماضي نقول مبني على الفتح نحبس هنا يلا الضمة وقتش تدخل وقتش يولي بالضمة إذا دخلت عليه واشنو؟ واو الجماعة قابلوا فكراتي شاريبوا الماء دخلوا إلى غري ذلك هذي كيفاش نعرفها؟ فعل الماضي مبني على الضم لاتيصاله بواو الجماعة ما تكسروا شخصكم نحو برك الفتح رجعوها واش بيها الضمة علاش صارت له هكا علاش ولا مبني على الضم لأنه اتصل بواو الجماعة مفهم صح واو الجماعة لازم تعرف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل تقديره هم إذن مفهم أبناء إذن وحدة حاجة وحدة كي تدخل عليه واللي بالضمة اللي هي واو الجماعة وركزوا قع الأفعال له نحته اللي كي ما احنا قلوه بالعامية ستندا معتها قابلوا شاريبوا دخلوا خرجوا هدوا كامل عندهم نفس الإعراب مفهم إذن ناخد هادي نفهمها خلاص نقولي نعرف نعرف بيدعطوني يعرف ما تحته خط ويقولوا لي فيه واو الجماعة اللي هنا السكون عندي تلت حالة قال لي إذا دخلت عليه تألم وتحرك ولا دخلت عليه نون النسوة ولا نا تعني نحن هادوا كامل وشي يقولي يقولي يخلاص بالسكون قلوا يستاذب صح ما نجم نشوفوا ولا هنا سكون لا نشوفوا الحرف الأخير تاع الفعل المظهر الماضي خرج إذن يخلاص بالسكون دخل يخلاص بالسكون حامل تخلاص كذلك بالسكون إذن يلا مثال خرجت مسرعا هن دخلنا المصنع حملنا أشياءنا مفهم إذن يلا هادوا كامل أو يخلاص بالسكون ما نشوفوش الحرف اللي تخلع عليهم وإنما الحرف الأخير من الفعل الماضي إذن كيفاش نعاربوهم كي تدخل شوفوا كي تدخل عليه تاء المتحرك نفس الإعراب مع أي يعطيكم أي فعل نون نسوة نفس الإعراب مع أي فعل وكذلك عندي أن نفس الإعراب لأي فعل تصيبوه إذن يلا خرجت فعل ماضي مبني على ماذا في السكون إذن مبني على السكون لاتصالي بماذا بتاء المتحرك هذا مكان نقول لهم مبني على واش باتصالي بواش هذا مكان بصح برك هذا الحرف لازم نعاربو التاء ضمين متصل مبني على الضم خرجت إذن مبني على الضم في محل رفع فاعل لتقديره أنا هذه وشنو مع تاء المتحرك دخلنا مثلا يلا كي تدخل نون نسوة دخلنا يعني كما احنا نقوله جمع من النساء فعل ماضي مبني ماذا على السكون لاتصالي بماذا بنون النسوة ونون النسوة وشبه ضمين متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل نشوفو المثال الأخير حملنا كذلك فعل ماضي مبني على السكون لماذا لأنه اتصل بناء الدلة على الفاعل كملوها بناء الدلة على الفاعل وهي وشنو الإعراب بتاحها ضمين متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل تقديره نحن قلت لكم ابنائي هذا معنا نخده على كل الأفعال اللي عندها نفس الوزن نخده مثال أخر اللي شفته يتكرر عندكم كثيرا أنتم كتبتم درسكم جيدا يلا كي طح لي هاكا وشنو قول كتبتم مهيش في هذه الحالات إذن يلا ابنائي مثلا كتب بشوي خلاص بالسكون إذن وشنو قول فعل ماضي مبني على السكون اللي اتصاله بماذا بتاء ولا الضمير رفع المتحرك نفس الشي نكتب تاء المتحرك ولا ضمير رفع متحرك نفس الشي ومن بعد التاء وش نعربها ضمير متصل مبني على ماذا كتب تو إذن مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم هذي كتاء من الميم بتاع جمع الظكور لمحل له ميناء الإعراب نفهم إذن هذا هو الإعراب ولا كيفاش نعرب جميل حالة الفعل الماضي إذن يلا الدرس اللي بعده هو حروف المعاني وشنو هي هذي الحروف هي كلمات أو حروف تفيد معنا حسب سياق الكلام هذا هو وشنو معتها الحروف هذه معتها الحرف التاعي نفهمه من سياق الكلام كما نقولكم لا ماذا تفيد لا أني ننفي لا تفعل لا تدخل لا تخرج أني أنهي أو أنفي من للتبعيد معتها بعض مثلا عفوا من كما نقولكم أخذت قطعة من الخبز معتها شوية بعضا من الخبز تقدر تكون لابتداء مثلا حاجة ابتديت بها مثلا ذهبت من قاسنطينة إلى مثلا إلى الجنوب وهكذا تقدر تكون سببي وغيرها هذه يعني من عندها الكثير والكثير من ما تفيده من سياق الكلام إذا ولئذ هذه تعلم مفاجأة أو الشرط حروف العطف عندي مثلا الوا للجمع الف للتعقيب ثم للتعقي إذن هذو أبناء الحروف فقط يعني اللي هو درس خفيف جدا باش نشوفوا المعنى التحر مفهم إذن يلا نروحوا إلى درس كذلك اللي بعده شفناه اللي هو أبناء عناصر القصة إذن إذن وشنو معناص القصة هذا كذلك درس ما يحتج من فتقيقة القصة وش لازم نلقى فيها نلقى فيها المكان نلقى فيها الزمن نلقى فيها الشخصيات المشكلة وطبعا الحل مفهم كيمة أي قصة نعرف المكان ما تقول لي وين يتصر هذه القصة حديقة غابة في المنزل يتصر في الشارع ما يهمنيش الزمان تبدأ في يوم من الأيام في يوم مشمس مثلا في شهر أوت إلى غير ذلك في يوم حار وهكذا الشخصيات أي شخصية ريتهضر عليها سواء شخصية رئيسية أو ثانوية ريتهضر عليها هذه القصة نحطها كاملة المشكلة وش صرا في تلك القصة يعني القصص نحن علاش ندوها ندو من القصص العبرة إذن ما هي المشكلة في تلك القصة والحل طبعا والتعبير المجازي وهذا أسهل أبنائي درس كي نقول تعبير حقيقي مع أنتها حاجة صرات حقيقية مئة بالمئة مجازي العكس صحيح مع أنتها حاجة خرطي ما صراتش أو تعبير يعني كم احنا قلوه معنى إذن تعبير حقيقي هو استعمال الألفاظ بالمعنى التحى الحقيقي نخدو لكم مثل أشرقت الشمس من المشرق دخلت إلى المنزل مبكرا لم أذهب إلى المدرسة مع أنتها حاجة صرات صح صح هذا هو وشن معتها تعبير حقيقي عكسه المجازي وهو استعمال الألفاظ في غير معنىها إنما تستخدم للمعنى هذه وشن معتها أطلت الشمس من وراء ستارها هل هذا صحيح الشمس عندها ستار لا هذه وشن معتها أبنائي طار الخبز في المدينة معتها حاجة هل الخبز يطير لا أبنائي وإنما معتها طار الناس قاعدة تتمتم هذه وشن معتها التعبير المجازي كيف أجتحلكم يعني عليه الأسئلة استخرج تعبيرا حقيقيا استخرج تعبيرا مجازيا وليعطوني زج جمل ويقول لي أعطيني منها وراء التعبير الحقيقي وراء منها التعبير المجازي فهم إذن هذا بالنسبة للدرس تعبير حقيقي والمجازي نشوف درس آخر وهو الأسلوب العلمي وخصائصه وشن هو هذا العلمي وش قصده أو يقول لي الأسوب العلمي هو الذي يعبر به العلماء الموضوعات والقضايا العلمية البحثة كالذي يستخدم في سياغة العلوم المجردة كالطبي الهندسة الفيزيك الكيمياء الجيولوجيا وغيرها وغير ذلك من المواد العلمية إذا كنقلكم نص علمي ولا أسلوب علمي أعرفوا باللي النص التعير أو يهضر غير على العلوم والاكتشافات الهندسة مثلا الكاتب ما يقدر يزيد ولا ينقص حتى حاجة من عنده مثلا لو يهضلي على هاتف خرج جديد أسكو يقدر يعطي مثلا رأي تاعه ولا يكتبوا لا لا الأسلوب العلمي يعطيني قضايا بحثة علمية بحثة معنتها ما يزيد ما ينقص إذن وشنو من خصائص اللي نلقاوهم الموضوعية معنتها كما قلت يكتب موضوعيا معنتها ما يزيد ما ينقص حاجة من عنده ولا ما يعطيش الرأي تاعه القدرة الاختيارية التبسيط والاختصار يكون البحث غاية ولا عنده هدف يمتز بالمنهج والمرونة هدو كامل من الخصائص الأسلوب العلمي ولا النص أبنائي العلمي يلا نروح إلى الدرس اللي بعده وهو دلالة الجملة الإسمية يلا وشنو هي الجملة الإسمية أبنائي؟ هي الجملة التي تبتدئ بإسم إذن يتقدم فيها العنصر الإسمي وتتكون من مبتدأ والخبر فالمبتدأ هو الموضوع والخبر هو حديث عن ذلك الموضوع نخدو مثال تاعي وشي قولي الجو جميل إذن أنا عندي الجو وعندي الخبر بتاعه لهو جميل إذن هذه تعتبر شنو؟ تعتبر جملة إسمية تتكون من مبتدأ وخبر أما بالنسبة للدرس الأخير إن شاء الله لحن نشوفه في هذا الملخص اللي نحتاجه للفرد اللي هي الاستعارة وشنو هي الاستعارة أبنائي؟ هي استعمال كلمة بدلة أخرى لعلاقة المشابهة مع قرينا تدل على هذا الاستعمال إذن يلا هادي كامل عبري بلي ما فهمتوهاش نفهمها في مثل أمثلة هي اللي نفهم بها رأيت أسدا يطلق النار على العدو هل صحيح أنه الأسد يطلق النار؟ لا إذن هذا تعبير وشنو؟ مجازي غير حقيقي الأسد هذك شكون الذي يطلق النار؟ هو الجندي الشجاع إذن شبهت الجندي بالأسد بصحيح كتبت رأيت أسدا يطلقه أو لا رأيت جنديا شجاع يطلق النار على العدو مثل الأسد؟ لا حذفت أبنائي سواء نحذفه سواء المشبه ولا نحن حذفه المشبه به لسوصي الفهموني بلي الاستعارة إذن ندير تعبير غير حقيقي مثلا قلنا سواء نحذف المشبه أو المشبه به إذن الأسد الذي قلنا يطلق النار هو الجندي الشجاع العلاقة بين الأسد والجندي هي الشجاع معتها نمبي بلي هذك الجندي شجاع حقا إذن يلا الاستعارة عندي نوعين ماكاش الثالث إذن وشنو هي عندي سواء السعارة تصريحية ولا السعارة مكنية وشنو هي تصريحية؟ حذف المشبه وصرح بالمشبه به اتفكروا كلمة تصريحية كلمة طويلة خلوا الطويل فيهم إذن هاو المشبه الحروف تاعه مشي بزيف المشبه به عنده حروف كثيرة إذن التصريحية نخلي المشبه به ونحذف تعرفوا فيها رجعها إلى تشبيه وشوفوا وش حدفتوا ناخدوا مثلا رأيتوا زهرة في حضن أمها إذن رأيتوا زهرة في حضن أمها ننظر على الطفلة إذن عودوا رجعوا الطفلة الأصل في هذا الجملة رأيتوا طفلة كالزهرة ولا تشبيه الزهرة في حضن أمها رحوا تشوفوا وش حدفنا حدفنا الطفلة اللي هي المشبه مفهم إذن وشنو كين نحدف المشبه ونخلي غير المشبه به فهي استعارة تصريحية مفهم هذي وشنو معتها أبنائي أحسن طريقة بش تعرفوا التصريحية ولا المكنية ناخدوا مثال آخر طار الخبز في المدينة كين قلكم طار الخبز في المدينة كملوا كالعصفور وشوفوا وش حدفتوا أبنائي حدفت المشبه به اللي هو العصفور لأنه الخبز شبهته وش بالمشبه عفوا شبهته بالعصفور إذن هاو المشبه وحدفت المشبه به فهي استعارة مكنية وديروا في بلكم باللي تسعين بالمئة تسعين بالمئة يعني ما قولوش تسعين بالمئة نرحوا حتى تمانين بالمئة ثالثة متوسط لحلكم المكنية أكثر منها التصريحية لكن هذا لا يعني أنه ما نقراش تصريحية ولا ما نفهم هاش ما فهم إذن أحسن شي نعود نرجع الأصل التاعي نشوف وش حدفت يعني نكمل الجملة التاعي بتشبيه بلغ مع أنت تشبيه فيه كامل أركان مشبه مشبه به أدى تشبيه ووجه الشبه ونشوف وش حدفت كيقول لي وشنو الأثر تحها وشنو الأثر تاعي وش تزيد لها الإسعارة علش ديرينها في لغة العربية نقولو تمنح الكلام قوة تكسوه حسنا نرونقا تثير المشاعر تثير الأحاسيس الخيال حاجة في النص التاعي ولا في الجملة ولا في المعنى التالي إذن أبنائي بناتي هذا كان بالنسبة لملخص نحتاجه كثير في الثالثة متوسط الفصل الأول سواء خاصة يعني قد في الفرد مفهوم لأنه في الإختبار إن شاء الله حينكملوا الباقية كالعادة اللي عنده سؤال لإستفسار يخليه لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة أبنائي بالتنفيق إن شاء الله